موسيقى بصبح كنا بألف خير اليوم الجمعة عشرة نيسان وبهنهار هيدا بتحتفل الطواقف المسيحية الشرقية بالجمعة العظيمة ومنياتنا دايما انه تنعاد جميع الاحتفالات والمناسبات بكل المعاني اللي بتحملها من تضحية محبة غفران تسامح بين كل افراد الناس بين البشرية جمعاء وينما كانوا موجودين على امل انه كمان القيامة تجمع الجميع وتكون في معنى سامة دايما لها الاعياد الدينية وينما كانت تكون باي طايفة باي دين هي ادياننا دايما ساموية لو كنا عم نفترق يمكن او نختلف بالتفاصيل انه ما دايما منقول ومنرجع كلنا الى الله يلي هو خلق الانسان على صورته ومثاله بتمنى انه هنهار يحملكن اذن كل خير نحنا وياكم نحنا ترافق بعالم الصباح مثل العادة بديقول انه كمان عالم الصباح بعده امتابع بحملة بدنا مصلحتك هالحملة يلي من خلالها عم تقدروا تاخدوا ارشادات ونصائح من كل زملائنا يلي موجودين بأسرة عالم الصباح واللي هنه اكيد بيطلوا عليكم دايما من خلال فقراتهم هنا دايما وموجودين لانه هنه اختصاصيين بالمواضيع يلي عم يطرحوها وبالتالي نصائح والارشادات هي دايما رح بتكون بمحلة على امل انه تقدروا تشاركونا من خلال تبع تولنا اي سؤال حابين انكم تعرفوا عنه ايجابات اي معلومة حابين تعرفوها اكيد فيكن تبع تولنا وتتواصلوا معنا عبر الهاشتاغ وبدنا مصلحتك وبالاضافة الى هالشي تبع تولنا صور او حتى فيديو عبر كمان الواتس اب في عنا رأم خاص لعالم الصباح واكيد نحنا وياكم رح نرجع نتابع خلال كل هالشهر بكل المواضيع يلي حابين انه تعرفوا عننا اكتبا خلونا نبال يشاريون باول نصيحة هيك قبل ما ننتقل ونكون مع فقرات اذا عنا من الحامض الغير ناضج وبدنا نعصرون الافضل انه نحطهم بالمايكرويف لمدة خمس سوانة هيك بيطروا معنا وبينعصروا بطريقة جيدة بدنا مصلحتك هايك بلاشنا نهار مع نصيحة من الشفشدية لليوم ما رح بيكون موجود معنا لايف انما بلاشنا نهار نحنا وياه منصبح ومنصبح الجميع بألف خير رح ننتقل لحتى نشوف كيف رح بتكون فقراتنا لليوم بحلة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن أخبار جديدة عن الأزياء لصيف 2015 مع هادية بعمودة ديوفنا بيعرفونا على نقابة الحرفيين الفنيين بلبنان الضغوط اللي بتتعرض للزوجة غير العاملة مع مايا ببيت بيوت وفورا ننتقل عند كارمن حتى نسمع أبراجنا اليوم مع 10 نيسان 2015 شو رح بتقول وشو الحظوظ اللي رح تحمله صبحكم بالخير اليوم الجمعة 10 نيسان أبريل اليوم الأمر مرافقنا من برش ناري برش القوس حتى الساعة أربعة بعد الظهر بتوقيت بيروت كيف رح بتكون الأجواء بهيدا نهار خلونا نبدأ مع أول برش برش الحمل بالنسبة لألك اليوم مولود برش الحمل اليوم هو النهار الثالث على التوالي الأجواء حلوة بتساعدك ويمكن حتى عم تدعمك أكتر من غيرك حاول تستفيد من هالجو معك فقط حتى الساعة أربعة بعد الظهر بتوقيت بيروت وبيبقى المولود الأوفر حظا 25 و 26 أدار مارس ننتقل لبرش الثور مولود برش الثور الجو بيتغير عندك للأحسن بعض الظهر وتحديدا بعد الساعة أربعة لما الأمر بيوصل إلى برش ترابي صديق لألك من هالأ الوقت ما كتير تعذب قلبك بعد الساعة أربعة فيه انفراج كتير ملموس وساعتها انت فيك تقوم باتصال مهم تقوم بزيارة أو تحاول تاخد مبادرة أما يلي لازم ينتبه ويبعد عن السرعة وعن المغامرة والمجازة فيك كليا 27-29 نيسان أبريل ننتقل لبرش الشوزاء بالنسبة لبرش الشوزاء الأجواء معاكسة بعد اليوم لنهار الثالث على التوالي لكن الخبر الحلو انه ابتداء من الساعة أربعة بتحس انه في انفراج نوعا ما بتحس انك مبسوط أكتر بتحس انه فجأة انت ارتحت أكتر بتحس انه نفسيتك تحسنت شوي وتغيرت اذا بدك تترك الاشياء المهمة لليوم بعد الظهر أو لليومين المقبلين بيبقى المولود يلي عنده ضغوط أكتر من غيره ضلوا منتبه 25-26-27 أيار مايو أما الاكثر حظا فهو موليد 23-24 أيار مايو ننتقل لبرش السرطان بالنسبة لبرش السرطان الجو عندك اليوم شبيه باليومين اللي مرأوا تعب على تعب اليوم إذن مثل مبارح أو مبارح بالإضافة إلى نوع من انزعاج استياء ويمكن حتى هيك مزاجية بطباعك ابتداء من الساعة 4 بعد ظهر توقيت بيروت تحس حالك ساعة انك مزعوج ومداء وخلقك ديء ويمكن حتى ما بتطول بيلك ولا حتى على حالك نهار متقلب من أوله لآخره وخاصة بعد الساعة 4 بيبقى المولود الأكثر تعبا اليوم هو مولود شهر حزيران يونيو ننتقل لبرش الأسد مولود برش الأسد ما تخلي شي عالق ما تخلي شي صعب ما تخلي شي متل ما بنقول بعينك وما تحرك قبل الساعة 4 ليش؟ لأن هالساعة 4 الحظ بعده فعلا دسم وبعده غني وبعده انتنسف بالنسبة لألك وبيساعدك مية بالمية الحظوظ رائعة بعد الساعة 4 ما بيختفي الحظ لكن نوعا ما بيخف وبيبقى الأكثر حظا أربعة خمسة ستة أب أغسطس ننتقل لبرش العذراء بالنسبة لبرش العذراء بتخف عليك الضغوط صحيح طول النهار مزعوج ومدايق واتخنقت واختلفت مع أخواتك وعائلتك وأقرب الناس لألك لكن ابتدعم ساعة أربعة هناك انفراش هناك ضحكة حلوة هناك مصالحة ويمكن رن التليفون وتسمع خبرية حلوة لذلك ضلك متأمل وضلك متفائل بيبقى المولود الأكثر حظا سبعة ثمانية تسعة أيلول سبتمبر بننتقل لبرش الميزان بالنسبة لبرش الميزان حاول توضح فكرتك ووجهة نظرك قبل الساعة أربعة لأنه بعد الساعة أربعة بتدخل انت بمتاهات عائلية وشخصية واشياء نفسية معنوية انت بتحس حالك انه انت البحاجة لمين يدفشك مش انه انت تروح وتدفش الآخر إذن بعض الظهر والمساء الأجواء منها الأبدي مشجعة وبيبقى المولود الأكثر تعبا عشرة 11 أكتوبر تشرين الأول بنكمل مع برش العقرب بالنسبة لبرش العقرب أجوائك حلوة وجيدة ما فيه أمور عاطلة أو سلبية بانتظارك حتى فينا نقول انه بعض الظهر والمساء مولودش العقرب منفتح أكتر سريع أكتر مندفع أكتر وبيحس انه في عنده ديناميكية أكتر بتقدر تخلص فيها أمورك وتخلص فيها أعمالك وتمشي أوضاعك حاول إذن مولود برش العقرب تنسق وقتك بهيدا النهار أما ليلة لازم ينتبه من معاكسات من ضغوط ومن مشاكل 30.31 أكتوبر تشرين الأول منكمل مع برش القوس بالنسبة لبرش القوس الجو اليوم كتير مهم قبل الظهر وبعد الظهر والمساء كتير مهم كتير جيد كتير إيجابي ويمكن يحمل لك حظوظ بربح وبيتقدم ومكاسب أد ما بدك هالمكاسب طبعا حسب عمرك وحسب شو بتعمل بالحياة يمكن تكون مبسوط يمكن خبر حلو بالنسبة لك قبل الدنيا يمكن تسلم خبر إنه يمكن أخذت علامة بالمدرسة بامتحان أو حدا يوصل لك خبرية حلوة بتخليك تحس إنك ربحان كتير النهار مميز وخاصة عند موليد 5 و 6 كنون الأول ديسمبر منكمل مع برش الشدي بالنسبة لبرش الشدي الأجواء من نهايني صار لك يومين الأجواء عندك صعبة تقيلة مزعجة فاشلة حتى مأخرتك الكل عم يركض قدامك وإنت مأخر ما عم تقدر تلحق حدا الجو بيتغير بشكل ملموس ابتدام ساعة أربعة قبل الساعة أربعة ما تتوقع نتائج بهرة بعد الساعة أربعة تفتح بوجك تقريبا حتى نهار الأحد المساء بيبقى المولود الأكثر تعبن اليوم 5 و 6 كنون الثاني يناير ننتقل لبرش الدلو بالنسبة لبرش الدلو فقط لساعة أربعة بيضل الحظ معك نوعا ما بيضل دعمك نوعا ما لساعة أربعة بعد الساعة أربعة ما فيك تقول أنه وين الحظ وليش ما دعمني لأنه بيختفي عنك شوي وبتدخل بمرحلة فيها كتير هدوء وفيها كتير انزعاج ويمكن يكون فيها ضجر ويمكن يكون فيها تأخير إذن نظم وقتك اليوم الأكثر حظا بيضلوا مولود كنون الثاني يناير ننتقل لبرش الحوت بالنسبة لبرش الحوت نجمك بعده عم يلمع نجمك بعده قوي وبعده حلو حتى ولو مزعوج صلك يومين واليوم أيضا الانفراج هالغيمة المزعجية اللي انت زعجتك تختفي على ساعة أربعة بيحل محلة أجواء ناشطة أجواء حركة أجواء احتفالية ونوع من لقاءات حلوة كتير بتسليك وأيضا حتى تخدم بعض المصالح الأنشاط اللي ما بيهدى واحد لخمسة أدار مارس بيختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير مرتبة سنة كتير سهلة سنة كتير حلوة معقول كتير يكون فيها تغيير بمسارك الدراسة التعليم العالي أو حتى بتفكيرك كيف بتشوف الدنيا من نظرة فلسفية روحية روحانية أو حتى دينية نيسان أبريل أب أوسطس ديسمبر كانون الأول هني أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي مارسي لألك كارمن نحن وياكم أكيد رحما نتابع بعالم الصباح لليوم ومن بعد البريك رح تنضم لألنا هادية في عندك كتير أخبار عن الموسم المقبل بما يغتص بالموضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر